اشتركوا في القناة 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 الصعبة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الجزائر علينا أن نسترجع هذه الأمور نسترجع قيمة البلد وقيمة الوطن وقيمة الأمن وقيمة الاستقرار وقيمة الاستقلال وقيمة الإنعام بهذه الحرية والأمن الذي نعيشه لله الحمد والمنا فبالتالي خاصة الأجيال هذه الصعيدة لما عرفوش وما عاشوش هذه الأوينة يعني كل حاجة من هذه المناسبات إلا وذكرنا بالمزيد من العمل على استقرار البلد ثم المزيد من العمل على هذا النشر العمل الخيري والتطوعي بين أطراف كل الجزائريين وطبعا بالمزيد من الدعاء للبلاد بأمنها إن شاء الله واستقرارها وجمال مستقبلها بعمل الله تبارك وتعالى نعم شيخ آخر الدراسات تقول أنه المتطوع العربي أو نسبة التطوع في الدول العربية في بلدان الدول العربية والمسلمة ربما يتذيل الترتيب في العالم المتطوع الغربي نسبته أكبر تواجده في الشارع أكبر عكس ما هو موجود في مجتمعاتنا العربية الأسف ربما هناك صحوة صحوة مؤخرا خاصة للشباب بالتواجد في الجمعيات والفضاءات التي تتطوع مولوثنا الحضاري سواء القديم من وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت الثورة أو أجدادنا مليء بالنماذج بالأمثلة ولكن للأسف الأرقام تقول عكس هذا هذا يبين أخي محمد على التراجع الرهيب لمفهوم الإسلام لمفهوم الدين الإسلامي عند المشامعات العربية تقريبا أنت قد تقول في قرنين أو قرنين ونصف من اللي الأمة انزلقت وانحرفت عن المقاصد العليا لهذا الدين العظيم لأنه المفروض أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي تكون رائدة في العمل التطوعي والخيري بل حتى إحنا يعدنا في شريعتنا في فقه النفقات هذا تلقى بأن الأغلبية ناقص على الزكاة المفروضة فبالتالي كل شيء الآخر تلقاه عمل تطوعي يعني التطوع حتى الذي يصوم الذي مثلا يفطر في الصيام فعليه أن يخرج الذي يقتل خطأ يجب أن يخرج لكن تشوف يعني المنظومة العملية الاجتماعية داخل المجتمع المسلم نحن أولى بها لأننا لماذا لأن المسلم لا يعيش لنفسه بل يعيش لغيره والأمة الإسلامية بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لتنتشر هذه الصفات الحميدة وهذه الخصال النبيلة بين جماهير الشعوب عموما بغض النظر يعني الإسلام أعطى لليهودي وأعطى للنصراني وأعطى لكل الناس الذين كانوا يعيشون تحت لواء الإسلام يعني لم يظلم أحدا ولم يترك أحدا ولكن للأسف عندما تراجعنا عن الدين وخلينا منه إلا الشكل ما بقي من الإسلام إلا شكله وما بقي من القرآن إلا رسمه أو الكلام هذا والشعارات التي نرددها اليوم معك حق أخي محمد لما نشوفه ميتسين سان فرانتيار يعني في أوروبا أو نشوفه يعني كثير من الجمعيات بل أن نتمنينه يعني إن شاء الله أمنيتنا تكمل إن شاء الله لما البرنامج يفعله خير يتنقل إلى أوروبا إن شاء الله تبارك وتعالى ممكن نزوره يعني نسيته يعني ميستر آبي هذا يعني في فرنسا أو تيريزا أو إن شاء الله اسمها في مكان آخر يعني ناس رسموا نماذج إنسانية راقية جدا في عالمنا المعاصر تلقى مثلا الطبيب الذي يسكن في باريس أو يسكن في لندن ينتقل إلى أوغالي إفريقيا حيث الأمراض والأوجاع والألام ويتطوع بالأيام وبالشهور المفروض أن هذا العمل الإنساني هو من صميم الإسلام ولكن اليوم نحن نسعد بكل من يقدم لهذه الإنسانية بغض النظر عن دينه أو عن لونه أو عن طائفته المهم أن الناس تقدم الخير للأخار نعم رغم أن الإحصائيات تقول أن حجم التطوع في أوطاننا العربية والمسلمة قليل ولكن هناك نماذج رائدة نحن كنا استقبلنا الجمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية لمعظمهم من الجزائريين المقيمين في ليون وكان عندهم تجارب جميلة جدا في عمق الصحراء الجزائرية وأيضا في عمق الصحراء الإفريقية أيضا الفريق الطبي التابع لبرنامجه في هذه الأيام موجود في إحدى الولايات الداخلية والجنوبية حتى يشوفوا المرضى الموجودين في المناطق النائية قلة أو نقص نسبة المتطوعين يدل أو لا يدل فقط على أنه مكاش متطوعين إنما هناك عمل وهناك اجتهادات من طرف عدة أطراف الجمعية وأخي محمد نقولها بكل صراحة وطبعا هذه معروفة يعني الجزائر اليوم هي الدولة العربية الرائدة في مجال العمل الخيري والتطوعي يعني الحمد لله رب العام هذا الشيء نشاهد به هدف الظروف التي عشناها يعني تخيل معي أخي محمد أن الجزائر تستطيع أن تصنع المعجزات في جميع المجالات والله العظيم الجزائر إذا استقامت سكتها وقادها من هو منها يخاف الله عز وجل ويحب هذا الوطن ويكون مبدع يعني في إطلاق الحريات الجزائريين يصنعوا المعجزات في جميع المجالات اليوم ليزار جيرياني هم في الغرب رانكش هم حضروا معنا في هذه الجمعية تتكلم عليها يعني سواء في فرنسا أو في أمريكا أو في كندا أو هما يعني دائما يصنعوا الحدث حتى في الفوتبولتنا اللي ما تلعب يكن ما سيونها في الخارج يعني تحس بلي حاجة يعني نصرات فهذا هو اللرجيريا مبدع اللرجيريا مؤثر فبتالي أنا نظن إن شاء الله هذا العمل اللي ره موجود الآن في البلاد لكون إن شاء الله ربي عز وجل إن شاء الله بعد هذه المرحلة وربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يولي عليه لخيارنا وتكون فيه يعني انفتاح كبير في المجتمع وفي التنمية الاقتصادية وإن شاء الله وفي العدالة وفي الديمقراطية السياسية وغيرها رايح تشوف إن شاء الله ربما نماذجي الآن ما يشتبان لأن العصابة اللي فاتت عملت على تسحير الساحة فكل الطاقات قبرت اليوم رك تشوف ما تلقاش حتى تبغي تقول وره واحد نديره مثلا بريزي ما تبحلك ولكن إذا كان الانفتاح هذا ستظهر هذه الطاقات والنماذج الكبيرة وإن شاء الله ستنضج وستنبت كما ينبت البقل وكما ينبت الورد بعمل تبارك وتعالى إن شاء الله بحول الله في الأخير محبدا نقول بأن المسلمين أو كمسلم يقرأ القرآن ويحب محمد عليه الصلاة والسلام يكون دائما رحيم القلب يكون دائما ممدود اليد يعني المسلم هو من سالم المسلمون من يديه ومن شفته وكذلك المسلم هو الذي يرى الناس الآخرون عطاءه وسخاءه حتى قرنش عسلم التبسمة في وجه أخيك صدقة إن شاء الله شكرا لك كيخ فيزازي إحدى النماذج العاملة في الميدان ستكون معنا في ركن بصمة خير الجمعية الوطنية العامة التطوعية يمثلهم سي خالد اللي رح يكون معنا فيما بعد لنحيوه نحيوه أيضا رئيس هذا الجمعية سي أحمد ملحا لا تنسوا أنكم تشاهدون برنامج وفعل الخير تعودتم دائما أن نبدأ البرنامج بما يدخل السرور عليكم وعلينا ركن بقية القصة يعود إلى قصة كانت مرت معنا في برنامج أو في حلقة سابقة هي قصة عائلة إبراهيمي من بو سعادة هذه العائلة الفقيرة اللي كان الوالد يعاني من مرض القلب الأم كانت تعاني من مرض على مستوى العينين رح نذكروكم بهذه القصة قبل أن نعطيكم ما استجد فيها نشوفوا هذا الصور ثم نعود إلى البلاطو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت هذه الصور مرور عائلة إبراهيمي من بو سعادة في برنامج وفعل خير شيخ هالعائلة كانت تعيش ظروف اجتماعية وصحية يعني قاهرة الوالد كان طريح الفراش لأنه كان بحاجة إلى عملية جراحية على مستوى القلب للأسف ما لقاشوا نديرها الأم كان عندها قصر النظر ومشاكل عديدة على مستوى البصر وكان عندهم أيضا ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة ظروف اجتماعية أيضا كانت قاسية عندهم حتى مدخول ويعيشوا في هذا الكوخ ما شاء الله ننتبع فعل ماضي ناقص هذا اللي استعملته أكثر من مرة كانت 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 ولكن دوام الحال من المحال والذي يهمنا هو تغيير الحال فلله الحمد والمنى يعني هذه القسوة وهذا الألم وهذا الحزن أظن بأنهم عندما مروا في هذا البرنامج المبارك ورآهم هؤلاء الإخوة والأخوات من الأحرار والحرات لهذا البلد أظن بأن أمورهم تغيرت أظن أن هذا إن شاء الله سنلاحظ هذا بعد قليل إن شاء الله بإذن الله عز وجل إن شاء الله بحول الله شكر لك شيخ فيزازي طبعا ذكرناكم بقصة عائلة إبراهيمي الذي استجد في هذه العائلة سنشاهده في هذا التقرير للزميل يوسف ضبابي نشوف هذا التقرير ثم نستقبل هالعائلة نطلب المحسنين يعاونوني ليس أنا ينعود معاق أو أبني يعود معاق عندي طفل معاق عندي الزوجة نتاعي مريض راح يدير عملية على أقايا قلب هذه هي عائلتي أنا كامل كامل عائلتي في العلاج عندي طفل معاق عندي الزوجة مريض عندي يناي ناقصة في البصر الله خالب عني كانت هذه سرخة قمر براهيمي القاطنة بحي الرياشة ببلدية بوسعادة أصيبت بمرض في عينيها وأضحت لا ترى جيداً زوج هذه السيدة أيضاً كان يعمل حمالاً أصيب بأزمة قلبية منعته عن العمل عائلة مريضة نهشها الفقر تعيش في منزل غير مهيئ وجهت هذه العائلة عبر البرنامج الصرخة لأهل البر والإحسان لتمكينها من إجراء العمليتين الجراحيتين أهل العطاء والفضل دائماً في الموعد تحركت الأياد البيضاء وعبر مؤسسة الشروق الخيرية تمكنت هذه السيدة من السفر إلى تونس وإجراء العملية الجراحية على عينيها لم تصدق أبداً أنها أضحت تبصر كما كانت من قبل لم تسح الفرحة هكذا تعبر الحمد لله ودرت العملية ورحتهم مستقبلوني زين وقاموا بي الحمد لله ودوني لتونس ودرت عملية والحمد لله والزوجة نتاعي كان مريض والهوجة هو واحد فعل خير شد له بلاسة في مصطفى باشا ودار العملية والحمد لله وصبح لا بس صبح يكون يشرب يرقود لا بس الحمد لله هراني في نعمة الحمد لله لكو الحمد لله ولا تقدمانو خزر من صدقش روحي بلاني رجعت كي مكن عديت مدة عشرين سنة وأنا قد ما يجيني العام قد ما يجيني العام قد ما أنا قروحي نقص قد ما يجيني العام قد ما أنا قروحي نقص وذكر الحمد لله قد مرة ما يجيني الوقت لله قد دور هو الآخر وقف معه أهل الخير مكنوه من خلال الاتصالات الكثيفة مع إدارة مستشفى مصطفى باشا وتمكن من إجراء العملية الجراحية على قلبه حالته الصحية تحسنت كثيرا والآخر يبتسم يدعو للجميع على الوقفة التضامنية بالصحة والعافية أنا كنت مريق من القلب وعانيت بسيف واحد للخمس سنين والستة وأنا عاني وأفعال الخير كي تصلوا بالزوجة نتاعي عن طريقها درت للنيدان تاعي ثانيا أنا تصل بي واحد محسن من رويسه من العاصنة يقول له عمر وأنا عايش في إسبانيا هو والمجموعة نتاعوا أربي يجزيهم كل خير تصلوا بيها ما خلونيش خصتني حاجة ستة شهرهم واقفين معي ونفس بضع واليوم الحمد لله بفضل الله وفضل الحسة أنا استعادت الصحة نتاعي والزوجة نتاعي استعادت النظر نتاعها والحمد لله الفرحة إذن فرحتان قمر وقدور ينعمان بالصحة والعافية مساهمة الخيرين قادت أيضا إلى تحسين الملامح البائسة للمنزل في انتظار دعم إضافي لفائدة العائلة والأطفال وخاصة الإبن المعاق فعلا صور ترفع المعنويات لكل فريق برنامج وفعل الخير ولكل المشاهدين الأفاضل الذين ساهموا في إدخال الفرح على هذه العائلة لعائلة إبراهيمي اللي رغم حاضرين معنا سيدة قمراء وسيدة قدور مرحبا بكما مرحبا بيك سي قدور لباس لباس الله يحفظك تبدلت الملامح انتاعك بزاف ما شاء الله الله يدارك الله يدارك نعم وش انت كان عندك مشكل في القلب أنا كان عندي مشكل في القلب نعم والعملية اللي أجريتها هي قلب مفتوح عملية قلب مفتوح نعم يعني في يوم مرورك في برنامج وفعل الخير ما كان جبيلك حتى وش رح تدير العملية بيين لي بيين لي العملية نعم بيين لي العملية بعد خمس سنين علاج بدلت الطبيب كي بدلت الطبيب قال لي عندك عملية نعم أعطاني برياء تسبيتارة مصطافا وعن طريقهم أعودوا بدلوني ثاني لعيادة خاصة تابعة عليهم في بيرموراد رايس ودرت العملية نعم أمار هذا وين تعرفت عليه تعسبانيا أمار هذا هو لتعرف عليها مش هنا لتعرفت نعم شافك في برنامج وفعل الخير نعم شافكي طريق برنامج وفعل الخير تواصل معاك تواصل معاك وروحت لهم الكلينيك ودرت العملية درت العملية قبل ما تدير العملية كيف كانت صحتك كنت تقدر تمشي تقدر تخدم ما نمشيش 10 مترات لا 10 مترات نمشي مش نحبس في الست سنين كامل لا مش في الست سنين كامل زاد عليك الأمر بمرور السنوات بشوية 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 العامين اللاخرين حبست خلاص كان عندك أمل في الله سبحانه وتعالى موجود دائما ولكن كان عندك أمل أنه يجي يوم وتروح تدير العملية وترياح وترجع صحتك كما كانت إن كان في العمر باقي كان عندي الأمل الحمد لله الحمد لله المفروض الوضعية الاشتماعية تعالى عائلة تاعك قبل المرور في برنامج وحال الخير منين كنت عايشين عندك ولدات عندك طفل من ذوي احتجات خاصة زوجان تاعك يعني كانت راح تفقد البصر تاعها كيفش كنت عايشين في العائلة كنا عايشين وضعية صعبة ظروف غاسية نعم ما نقدرش نحكيلك عليها نحن نتفكرها خلاص اللي فاتمات نسمعه من الزوجة الزوجة قمرة مرحبا بك سيدتي مرحبا بك أهلا لباس بخير لباس الحمد لله الحمد لله كي جيت هنا اليوم مرورك في البرنامج وسجلنا الحصة كنت شايفة هذا السوال الملاح كامل أو لا شوية بالنواضر شوية حاجة قليلة نعم واليوم الحمد لله اليوم بعد الشيخ يدلك تست يدلك تست على البوباشة إن شاء الله وش كان عندك بالضبط في عينيك؟ كان عندي نقص شوفك شوق القلاف جاني على عيني كانت العين اليمنى وبعدك عشرين سنة العين وبعدك عندي مدة عشرة سنة ذاتني اللي بدأ العين بدأت نقص قدما نزيد قدما نقص نعم ودك الحمد لله الحمد لله لما مريتي معنا في الحلقة الأولى كنت تحكي على زوجك قلتي أنا معليش وساعتك كما أجدك هناك كنت رايح أن نازل على روحي الزوجة تاعد قلتي بأدير الزوجي العملية ومان دير شناية نعم صراحة ولمن بعد ربي ما فيها غير الخير وللزوجة أجزاء ذلك العملية وانتي بأدير العملية الحمد للله وحياتك كما رجعت طبيعيا لبرد ثنة الحمد للله رجعت للحياة من جديد رجعت كما يقول لك ضحكت للدنيا من جديد الحمد للله أنا يرجع الزوجة تاعد للحياة بعد 23 يوم كما كنت خايفة؟ صراحة صراحة حتى ودرس العملية موات الزوجة تساعية ودرس العملية تم كيد كي عمية كي بكري صحيح الحمد لله أدركا الحمد لله مهما دركوا ما درت بالعملية ورجع الزوج نرقها شكولي دال العملية نول شكولي كان دال لول دال هو نول رغم أنه المبلغ العملية أرسلناه لك وأصريتي أنه ما تدريش حتى ينوم بزوجتاك نعم نحيوك على هذا الروح بارك الله وفيك مرأة فيعلى المكافحة الآن الحمد لله الصحة رجعت والحمد لله لكن زوجتاك ما يقدرش يخدم اليوم ما كانش ما يقدرش لأن الطبيب قال له ما تقدرش تخدم نعم نعم كيف أشارك معايشين ومنين ما تخول كما منين لا كيف ما يقول لك راني يا ربي اللي خلق ما يضيع سبحانه نعم بفضل لها عندي شوية مآثر علي يا وليدي صح كما يقول لك بعد اليوم رض وجاتوا للحالة ذيك اللي عفات سعليه العمل اللي فات دخل شهر كومة ثاني هو جاه فقر الدم حاد وجاه لك رزم عها تكمشوا لأعصاب تاك رعيه دركوا شوية لك نيعو ما نقدرش هاكذا نكوش وحاتيكو ما نقدرش نقضيه صح هو الآن بحاجة إلى الرياضة صح ايها الرياضة ودائما نزيت اشحال الحصة تعال الرياضة اشحال انتقام لك اه 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 رجع عينيك رجع قلب زوجتاعت ان شاء الله وليدك يرتاح بحول الله ان شاء الله رب يحفظ كمه وهنيئا لكم وربي ديم عليكم الصحة والعافية ونشكر الحصة ونشكر الناس اللي عاونوني والحمد لله والشكر لله والحمد لله والحمد لله الله يحفظك نعم تفضل سيق الدور اه نضيف الشكر انتاعي للعمار تعاب رويسو نعم نشكر ونشكر 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 ووقف معي اللخر وهو مقيم في إسبانيا مقيم في إسبانيا نعم كيفو توranchق معك كيفوî؟ تعابي ‫ vary كان مقيم ستة شهر سبيطار تقريب ستة شهر ماكل شارب متكسه من عنده الدواء من عنده وكلش من عنده سبحان الله قطلك وقف معي وقف انت عوالدين كنت خيره بارك الله وفير اشحال في عمره عمر عمر انسان كبير يعد لك في ستين ما شاء الله ربي بالك كان هنا اول دخوه وليما تكفل بيه مخليه هنا لا ان شاء الله بارك الله وفيك عميده ربي ثاني يشكره ربي يحفظوا ان شاء الله ويحفظ كل خيرين ان شاء الله شيخ بالله اليوم قصة متعددة الجوانب ما شاء الله اولا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى وحبيت نقول لأختي الكريمة هذا النماذج الطيبة المباركة ناذرة ولكن موجودة في الجزائر الحمد الله رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة صالحة فارك تقول اعطيتوها المال باش تدير العملية على نفسها خلتهم وقعدت تنتظر في الزوج تحته هو يقوم يعني بسلامة وعافية باش تولي ترجع روحها هذا هو الإيثار يعني يعني سمحت في روحها وغمضت عينها على روحها من أجل إنقاذ آخر وشكون هذا الآخر هو الزوج الكريم فمحمد أخوة يسمح لي اليوم في هذا عصر الفيسبوك والحب المدفوج هذا اللي راح موجود ومنتشر ها هو الحب الحقيقي الإنسان يضحي من أجل حبيبه من أجل الزوج التاحة فنقول لك أكثر الله من أمثالك وجعلك الله إن شاء الله تبارك وتعالى قدوة لكل الزوجات في بلادنا الحبيبة وهذا عمار الحق لحمد شوك يا أخوي الحاج لما تحكين على عمار تعرويسو ماذا أقول لك يا أخي عمار وقع المحسنين يراكم مواكفين توقفوا الدخل والفرحة والسرور على مثال هؤلاء هذه الشهادة في الدنيا واعلم بأن يوم القيامة سيشهد مثلها أو خيرا منها هو يقول وقف معي وقفت الوالدين ودخلت عليه السرور وقلعت عليه يعني كنت سبب في إرجاعه إلى أسرته ويلاحظني ودفئي العائلة وريح كان ما يمشيش عشر دقائق اليوم ما شاء الله عليه والله العظيم ما يعلم من الأجر والثواب اللي رأى عندك إلا ربي عز وجل يا أخي عمار تحية ليك بارك الله فيك وربي كتر من مثالك إن شاء الله تعالى وانتوما كانوا قبل أن سمعت الحاج الشيخ الحاج راشيد قال لها إن شاء الله ترجعيك ما القمر فكأن الله سبحانه وتعالى استجابه وها هي رجعتك القمر في ليلة البدر يعني ما شاء الله تغيرت ملامحها تغير صوتها تغير وجهها كل شيء يعني الخير في الخير الحمد لله رب العالمين ما بقي لدك الوليد إن شاء الله يتمم ربي عز وجل النعمة تعالى عليه وتاني هو إن شاء الله يرتاح وترجع من الشاكيرين لله تبارك وتعالى والداعمين للخير وتدعو ربي عز وجل كذلك لهذه البلاد الجميلة وانت راهي في رقبتك وزادتك يعني ثقة المسؤولية يعني يعني ما لازمش والو كلمة منك اللي ممكن تغضب أو تحير هذه الزوجة طيبة المباركة اللي حبها الله والرسول عليه الصلاة والسلام فيزيدكم رب إن شاء الله طيبة على طيبة ومحبة ويجعل لكم ربي بناتكم إن شاء الله السكينة والمودة والرحمة كما قال ربي عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ربي حفظك شيخ أمين بارك الله فيك شكر لك شكر موصول لكل الذين وقفوا مع جمرة ووقفوا أيضاً قد نتمنى لكم حياة هادئة مليئة بالحب والرحمة إن شاء الله والوليد إن شاء الله رب يجيب له شفاء إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم طبعاً نعاود نشكر كل الذين وقفوا مع هذه الحالة ويقفون مع كل الحالات التي تمر معنا في برنامج وفع الخير أو في كل البرامج المتلفزة في كل القنوات الجزائرية القصة الأولى في هذا العدد قادمة من ولاية وديسوف هي قصة لعائلة حمدي عبدالله هذه العائلة مكونة من أربعة أفراد حيث البنت فاطمة تعيش يعني مريضة بمرض سكوليوز الوالد أيضاً يعني بطال ويعيشون في غرفة واحدة أي لا للإنهيار في أي وقت نشاهد هذه الصور لزميل ياسين بغزالة وزميلة جودي هودا نشوفوهم ثم نستقبل هذه العائلة موسيقى لم يكن الصوت القادم من أحد أحياء مدينة المجرم بولاية الواد لعائلة أحمد عبدالله سوى تعبيراً عن الألم والبؤسة اللذان يخفيان وراءهما مأساة أربعة أفراد يعيشون حياة الفقر والتشرد موسيقى منذ سنوات طويلة وعائلة أحمد عبدالله تعيش هذا الوضع المزري بيت من الطوبة أكل عليه الدهر وشرب ولم يعد يصلح للعيش باستثناء هذه الغرفة التي تعاني هي الأخرى من تصدعات وتشققات تختزل حجم الخطر المحدق بهم الحوش نارك شبحت الطائح كيف صورت نسك نخطي في دار واحدة نسك مع دناشي دار من غير دخلات كل طائحات تعزبس ونجي المطر مع دناشي ونرد عندنا خطي في دار واحدة هذي يا وين في الصياف كمت تزير مع دناشي نرد هنا في الحمان العرق الطائح علينا العرق يخوذ الوالد معركة يومية غير متكافئة مع رغيف الخبز لكن الحرب أبت إلا أن تفاقم مأساتها مع معاناة ابنته من عوجاج في الظهر هذي الشمبرة هذي هذي السجيفة هذي مباتوا فيه السجيفة سما الدار الأخرى كمشرتها لك باش أنا مقعورة فهمت وكان الفيران التحلت وكان حتى لك طلطة صافي لأن هذي تدارينها تعظيها فهذي اللي أنا هذي اللي أنا مباتوا فيها هنا أخبروا أخبروا والدول ثاني والكزينة ثاني هكون شتون كيف أشدارين أخبروا ووقفت تلك الدموع لتتحدث عن حجم القهر الذي تكابدها الراجل مش خدام مرة كان ومرة ما كانش وكبير خدنا معدش قاد وما عرفت لنتكلم عن الحوش على المنزل اللي سكنا فيه لنتكلم عن بنتي ابنيتي مريضة وطلبين عني عملية والببارة وما عندش والعملية بمبلغ يعني مشي شوي وحنا رأنا ساكنين أربعة من العائلة ساكنين في الشنبرة هذي وين والحالة تعي كما شفت نطلب من الناس الخيرين ورجال أعمال والسلطات تعاوننا وتوقفوا بجانبنا رأنا في معاناة رأنا في مزيرية من ناحية الاشتاء وفي الصيف كيف كيف والله من يعرفه واش نقوله من جنوبنا العزيز أطلقت عائلة أحمد عبدالله سرختها ولا شك أن صداها سيصلوا إلى قلوبكم أنتم أهل الإحسان يا من عودتمون على صنع المواقف ورسم أروع صور التضامن والتكافل الصور القادمة من ودي سوف تحكي هذي المعاناة معاناة عائلة أحمدي هذي العائلة حاضرة معانا مرحبا بيك سي عبدالله مرحبا بيك وأيضا سيدة زينب مرحبا بيك وبنتكم فاطمة مرحبا بيك عبدالله وين تسكننا عبدالله؟ في ديرس المقرى في المقرى وين بالضبط؟ في الحمدين في الحمدين في قرية توليد الحمدين نعم هذا البيت اللي شفناك فيه نعم انت رك ساكن فيه الآن؟ أنا اللي ساكن فيه ايش حال عندك وانت ساكن فيه؟ الله يستمى قريب من اللي عشنا انت على الأب بنتاعي هو ورث من عند الشاي ببايا نعم يعني سنوات انت زيت ثمة ولا تثمة؟ لا مولدش ثمة أنا بصح هذا كالي من المهم من السبعينات هو نعم والتبنى هو في السبعينات؟ نعم بعض مننا تبنى في السبعينات وبعض شوية وعليش ما ما عاوتوش ولا ما مردش طلاسة أخرى؟ ما عنديش مقدرة بالحقر باش نعاون اكي؟ انت ماكش خدام؟ لا لا ما كان خدمة خدام اللي عندي الشعب يعني الخدمة اللي تاكل بيها بوضع مش لي تبني؟ البلدية ما عاونوكش ولا تبولا ما عطوك بناء؟ حطيت ملفات؟ حطيت ملفة العام عندي من 2007 ملفة في الدائلة ثميتها 8 وعطونا الرقم انتاعها رقم خمسة قاعد كاميراه وعودت دوسر رقم خمسة يعني من الأوائل انتاع؟ نعم رقم خمسة والآن الرقم انتاعي رقم 627 نعم سبعمائة ستة ستمائة سبعمائة غيرولك الرقم؟ ها؟ غيرولك الرقم؟ نعم نعم السيغة اللي طلبتها انت وشنو هي؟ بناء ريفي؟ بناء ريفي بناء ريفي نعم نعم وخدمتك انت قولت نهار خدام ونهار مانيش رك لاحق بالدار؟ شوفنا مسكينة فاطمة راهو عندها سكوميوز رك تعالج عليها؟ رك تباح عليها في طبيب؟ نعم 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 نسمع وبرك من زوجة تاك سيدة زينب مرحبا بيك السلام عليك السلام ورحمة الله مرحبا بك أكثر الله يحفظك نعم نعم انتو ما عايشين في هذك الدار؟ نعم شوفنا الكوزينة شوفنا المعنتاوعك شوفنا لما تشوفي في التليفزيون وتشوفي عائلة خلين اللي عندهم وسائل مليحة كيفاش تخمي وش تقولي في قلبك وش يجول في خاطرك؟ نحس حتى شاهية كمالعبات شاهية كوزينة شاهية مسكن سماح ما نشتيشي حتى من يجيني صراحة ما نشتيشي من يجين حتى من أهل ما نشتيشي يجوني علاش؟ متحش ما من الحوشة التاح قصيبلك بالله على العظيم غير متحش نعم وذبية ما يجيني حتى واحد نعم ولداتك في العياد كيفاش رام يفوتوا عليك من العياد؟ العيد الكبير العيد الصغير الدخول المدرسية في العطلة الناس راه يتخرج يروحوا ربما الولايات ولا يغيروا انتو كيفاش راك معايشين هذ المناسبات كامل؟ من الخرجان ما نخرجوا حتى البلس انت جيت العاصمة من قبل؟ لا جيت العام اللي فات جبتها للطبيب هناك نعم يعني هذي ثاني مرة في حياتك جي العاصمة ثاني مرة ايه نعم ولعياد كيفاش رام يفوتوا عليك من الدخول المدرسي ولداتك رام يقرأوا الآن؟ يقروا ايه كيفاش رام الصباح طيبي لهم الحليب؟ حكينا على الظروف هذي كامل سيدة زينة ماذا مقول لك؟ دري صراحة انا الشتاع ما يشربوش الصباح ما يكرطوش ما يقبلوش مش بيهو مكة ولا هك ما يكلو حتى حاج من أول من حاجة اللي نعم والعيد الكبير رمضان كيفاش هكو تفوت؟ العيدهم يلبسوا كما يلبس لبسة بالصح مش يلبسة لبسة غالية مكانش لبسة بسيطة مره بالكريد ومره هكهو ساعتي يختم شوي نعم إن شاء الله خير اليوم جيتونا البرنامج وفعل خير ملايين من الخيرين راهم يشوفوا فينا وانتي كنت يتكلمي في التقرير على رجال أعمال وناس اللي يفتع لهم ربي وش المطلوب؟ المشاهدين الآن ربما حابين يعاونوكم بالخصوص في واتسوف ولا خارج واتسوف ولا خارج الجزائر وش حابين انتم بالضبط؟ وش طالبين؟ طالبين اللي يعاونونا في المسكن كما شبحتوا ماذا بنيك شيء؟ فوش يعاونوكم في السكن؟ يعونوني أثنو قطعة الأرض تحتكم؟ تحتنا لو كان يبان واحد يهدم ويعود يبني يعني عادي قطعة الأرض تحتكم؟ ماذا بي؟ إن شاء الله إن شاء الله اليوم الجزائرين شاهدوا القصة لتاعك ورايحين يوقفوا معك إن شاء الله ما شدت هنا يا كان عرفتهم بش يعاونون ويقفوا معي إن شاء الله وأولهم أني جاد أعمال واد يسوف إن شاء الله إن شاء الله بحول الله شيخ فيزازي اليوم هذه العائلة مكونا من أربعة أفراد شفنا الصور بين قوسين صور صادمة يعني اللي ما يعرفش تاريخ تصوير هذا الصور ربما يعتقد باللي صورت في الستينات ولا سبعينات نعم للأسف الشديد وطبعا إحنا دايما نقول أنه وصمة عار على جابين كل واحد اللي مثلا عنده الخير بزاف المنطقة أو أي مسؤول في الجزائر ولكن قولوا لهم أحمد والله عز وجل أنكم مررتم في هذا البرنامج بالمناسبة حبيت نسقسيكم الحاج كيفاش احتجيتوا لهذا البرنامج جابوكم العرف ولا كيف احتفدتوا معنا اليوم كيفاش احتفدتوا معنا كاش معرفة بتليفونات ولا جابوكم ولا كيف لا لا بلا عن طريق الفيسبوك عن طريق الفيسبوك درت لي بنتختي قتلي خالتي قتلي انتم هكا وهكا قتلي ما تنفعكم اسمحي لي مادام إذن خاوتي وخوتيتي في ربوع الوطن راكم تسمعوا هي ما عرفتش بنتختي درت لها عن طريق الفيسبوك حتى واحد ما كان يضنبن لهذه العائلة طيبة توصل لهذا اللي هنا فلهذا نعود ونفوتوا الرسالة للمرة لست أدري كم اللي بغايفوت في البرنامج يسجن نفسه في صفحة الفيسبوك ويدعي ربي تبارك وتعالى إذن قلت لك أختي الكريمة أبشيري خيرا إن شاء الله ستنقلب دموعك إلى فرحة وصرور إن شاء الله حقلي على هاد اليوم هادو كل المواعن المكربسين هادوك والبوتاجي المهرس وهذا إن شاء الله مزيدش شوفي بيعوني الله السميع العليم مادام فتي معانا ويشوفوك هاد الحرار والحرات تاع البلاد بيعوني تبارك وتعالى وخاصة الوليدات شو هاد البنية محمد رم قبيلة تمدخوا شفينجهم شبوب ما شاء الله عليها ومريضة ربي شفيها إن شاء الله وهذاك الراجل يعني سبحان الله يعطيك نموذج جزائري أصيل ولكن شوف الغبينة اللي رهم فيها واتسوف معروفة يعني قطب اقتصادي وزراعي كبير يعني ما يمكنش أنه مثل واتسوف يعني في وليت واتسوف ما زال نشوفه يعني حالات كما هذه إذن أخوتي وخوتي وخوتاتي أول ما بغيت ندير رسالة رانا متوحشين ويسي محمد الدكتور قدى لا كمال قدى الدكتور كمال قدى والله توحشتك وانا راني غيفي في الانتظار تاع الفرحة تاعك بالجائزة اللي ركد ديتها نراني متقلق وانت ان شاء الله تحضرني الفرحة تاع الجائزة اللي ديتها السيكدة وانت نحبوك ورجل فيك الخير إن شاء الله رجل العلم رجل القرآن نتمنون لك ان شاء الله التوفيق في كل يعني في كل أعمالك إن شاء الله العلمية والدعاوية بيعون لي تعالى ولكن عارب لي الشيق قدى عنده علاقة بليحة مع مهري مع الرجل أعمال كبير تاني هو اللي فيه الخير وربي يجازي كل خير وانا مؤخرا يعني كنت شفت المستشفى اللي داره يعني من أجل يعني تأثر بحالة فدار المستشفى بكامل ربي وفقك والله يوفق كل المستثمرين ورجال أعمال النزهاء نظاف البلاد ربي وفقهم يزيدهم خير على خير إذن خويا قدى الشيخ كامل قدى إن شاء الله لا قدرت كيفاش يعني تتواصل أو عن طريق سيمهري يعني بشتعوا إن شاء الله هذه العائلة طيبة المباركة احنا واسموا البرنامج واسموا وفعلوا الخير وفعلوا الخير نحن نحن لا ننشر إلا خيرا ولا نقول إلا خيرا وتدخلنا في بعض الأمور يعني في السياسة العامة للوقوف مع الدولة الجزائرية مع البلاد مع الوطن مع حقن الدم مع جمع الكلمة مع وحدة الصف مع المحافظة على الجزائر هذا هو اللي نقوله أما الجزائرين فهم كلهم إخواننا والله كلهم وهذه حقيقة ليست كلام استراتيجي إخواني يعرفون يعرفوا أن حتى هؤلاء الإخوة الذين لا يزالون في الحراك في الشارع يقفون وينددون ويطلبون مطالب شرعية فنقول لهم أنتم جزائريون مخلصون تعبرون على أرأيكم ولكن الذي لا نرضاه أبدا هو العنف هو العنف وهو إلغاء الرأي الآخر فكما فيه إخوة معارضين في إخوة مع هذه الانتخابات ومع الجزائر كما ينظرون وكلهم إخواننا وهم أخوة وهم إخوة معنا شوف لا بغي نغضبوا العديان لا بغي نغضبوا فرنسا لا بغي نغضبوا اللي يكيدوا للجزائر يليق نكونوا خاوة خاوة وجيشنا والشعب خاوة خاوة والآن لو كان بشهاد الوقوف تعال الحراك نقولك الصح ربما الكثير للأمر كنا من وصلوا لهاش اليوم حتى الذين كانت تسولوا لهم أنفسهم بالتزوير في الانتخابات بوقوف الحراك وعظيم وقوفه والله ما يقدره يتقدموا بيعون الله تعالى فهؤلاء فيهم الخير إن شاء الله وهؤلاء فيهم الخير والخيرية كاملة إن شاء الله تامة لبناء جزائر الغد جزائر الديمقراطية جزائر الحرية جزائر الخير وكما قلنا في المرة الماضية ليست الرئاسيات هي النهاية أخي محمد الرئاسيات هي البداية ومن يدري يأتي من هؤلاء الخمس رجل صادق يخدم الجزائر ويستجيب لمطالب هذه هذا الشباب وهذه الحناجر التي ترفع صوتها في كل يوم جمعة أو في يوم ثلثاء والهدف الكبير والثمرة الكبيرة هي الجزائر ومستقبلها النهار اللي تنجح الجزائر إن شاء الله من بعد هذه المواعيد هذا الشعب يحمد ربي عز وجل يقول الحمد لله لأنه كثير من المغريضين أخي محمد كثير من المغريضين يقيسوا الزيت على النار لأنهم لا يصلون إلى الحكم بالصناديق يريدون أن يصلوا بالضغط وباستعمال العنف وبكذا وكذا فاليوم اللي قناعرفوا بأن الجزائر تاعنا ولا بدنا نحافظوا عليها جميع ولكن ما كانش حاجة تحفتنا ولا فوضى ولا طعب شكون هم المتضررين يا أخي محمد المتضررين هو قمره قددور وأمثال قددوره قمره في ربوع الوطن اللي بخير عليهم واللي عندهم واللي داروا والله ما هم المتضررين المتضرر الوحيد من الفتنة والفوضى والصدام هم الفقراء والمساكين والمعوزين فكثاهم غبنا وكثاهم فقرا وكثاهم مرضا نريد لهم أن يرتقوا نريد لهم أن يشفوا نريد لهم أن يطعموا أن يسقوا أن يلبسوا أن يسكنوا لا نريد لهم المزيد من المشاكل والهموم فلهذا الرسالة نظر إن شاء الله تبارك وتعالى تصل لكل من له أو بيده القدرة على الحفاظ على أمن الجزائري واستقرارها فنحن معه وفعله الخير معه إن شاء الله تبارك وتعالى بحوله بارك الله فيك شيخ شكر لك طبعا نداء عائلة أحمدي من واد سوف من أراد أن يقف معهم ما عليه إلا التواصل عبر الأرقام التي نضعها لكم أو عبر الحساب البريدي الجاري والله لا يضيع أجر المحسنين الخيرون كثر شيخ ومنهم من يزور مراكز البريد ومنهم من يزور مقرات وفعل الخير خير كثير ما شاء الله أول واحد بغيت نبدأ به محمد أنا شخصين أثر فيه المجاهد هذا سبحان الله مجاهد وكان مسؤول كبير في أحد المنظمات العربية وهو وزوجته وبناته يعني قدمه الله أعلم خمسة عشيك هكذا يعني خمسة عشيكات بمعتبر الحمد لله رب العالمين ويقول دعولي يعني دعولها الله سبحانه وتعالى بالشفاء ولكن حرص مجاهد كبير هذا قامة كبيرة ربي يطور في عمره ويشفي إن شاء الله حرص على الدعاء له بالشفاء وعلى الدعاء للبلاد وحفظ الجزائر هؤلاء المجاهدين الحقيقيين فنسأل الله تبارك وتعالى الحاج أن يشفيك وأن يذهب عنك البأس إن شاء الله تعالى وأن يحفظ لنا الجزائر يا رب اللهم احفظها يا رب اللهم احفظها يا رب يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين عندنا كذلك أخوة محمد صدقة من كذلك محسنة حاجة من بيرتوتا تطلب الدعاء طبعا الشيخ فيزازي مشيخ فيزازي احنا ندعو لكن الذين يؤمنونهم الشعب الجزائري المبارك إن شاء الله تعالى لها والزوجها المتوفى رحمة الله عليه اللهم هذه يعني هذه الحقة يعني الأمانة تاعك فاللهم اخفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعله من عبادك الصالحين وألحقنا وألحقك إن شاء الله أنت يا زوجة تعو نلحقو به إن شاء الله كامل في الجنة النعيم عند ربي سبحانه وتعالى في كذلك صدقة من الحاجة من سحاولة يعني مسحاولة تطلب الدعاء لها ولأبنائها ولإبنها بأن يرزقه الله الذرية الصالحة إن شاء الله فهذا الابن الحاجة تعس حولة نسأل الله العلي القدير بهذه الصدقة أن يتقبل الله عز وجل الدعاء وأن يرزقه بالذرية الصالحة في أقرب الآجال إنه على ذلك لقدير نزيد محمد ولا نعم تفضل محمد ولا زوجنا هذه كذلك محسنة طبعا بحثت أظن هذا مليون رهنة جابتها وسيطة يعني محسنة من فرنسا عن طريق زميلة في الشروق يعني ما شاء الله يعني زميلتنا في الشروق جابتنا هذه المليون في الانفلوب فندعو لها الله تبارك وتعالى الله يعطيك ما تتمني ويعطيك واش في قلبك يا أختي الكريمة يطول عمرك ويحفظ لك الذرية ويجعلك إن شاء الله من أهل الجنة يا رب كما ركي في فرنسا وتخمي علينا هنا ما شاء الله عليك كذلك فيها محسنة هذه متوفة يعني عندها الزوج تاحة متوفة رحمه الله تقول ندعو لها ربي تبارك وتعالى فنسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويحفن عنه ويعافيه ويجعلها إن شاء الله من أهل الجنة يرحم الرحمين يا رب العالمين إن شاء الله نزيد شوية نزيد غير واحدة نعم ما شاء الله تقيلها شوية محمد هذه يعني الأمانات كما ركوا تشوفوها تمر أمامكم إخواني وأخواتي هذه محسنة من العاصمة يعني ما الحراش بالضبط الدعاء لها بالشفاء وهي مقبلة على عملية جراحية طبعا شتناها محمد خياجات قبيلة مسكينة هي ما تحبش ما يحبوش يبانوا ولكن لابد نقوله باش ندعو لها الله سبحانه وتعالى فهذه مريضة ومسكينة بان يعني المرض يبان عليها وجاتوا قدمتها تصدقوا تقولكم يا خوتي الجزائريين أخواتي أدعو لي ربي عزوه بالشفاء فنسأل الله العلي القدير أن يشفيها شفاء لا يغادر سقاما وأن يجعل هذه العملية الجراحية عليها بردا وسلاما فيا ربي أبدل لها دما خير من دمها ولحما خير من لحمها وشحما خير من شحمها واجعل هذه العملية تستأصل كل أمراضها وسقامها برحمتك يا رحمة الرحيمين يا رب العالمين يا رحمة الرحيمين شكر لك شيخ فيزازي بارك الله فيك وبرك الله في كل الذين يعني يساهمون بما جادت أيديهم بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير القصة الثانية في هذا العدد قادمة من ولاية قسنطينة وهي لعائلة طقيق هذه العائلة توفى لهم رب العائلة قبل سنتين وترك أرملة مع خمسة أبناء اثنان منهم الذوي الاحتياجات الخاصة نتعرف على هذه القصة عن طريق الزميل المراسل محمد بحصان الذي زار هذه العائلة وعاد لنا بهذا الصور صرخة قاسية أطلقتها خالت فلا من ولاية قسنطينة توجهها لسلطات المعنية والمحسنين هذه السيدة المكلومة تعيش في بيت فوضوي لا توجد فيه معالم الحياة والكرامة الإنسانية زوج هذه السيدة توفى بمرض السرطان ظلت هذه السيدة تتحدث عن مرارة الحياة وكيف تقاسم مع أولادها وتحتار كيف تضمن لهم ما يأكلون ويلبسون ما عنده لا خلابه بابه مات مات 2017 16 أفريل يكمل عامين وبابه مسكينتاني كان مريض مات بالكونسير من البراكة هذه مات لي زوهر بالكونسير ومات لي بابه بالكونسير ومات لي جمال أكسيدة كانوا عندي ثلثة ذكورة وربع بنات لاميونت لاميونت من يسكن ندرك فيها ربعين سنة قال لك عاد تطلق المرض حاشك فيها الجرودة فيها الفيران فيها الهمومك وفيها الوزغات تعرف والبنات مرضو لي لاميونت هذي كشتي طفلة راقدة الأخرى في سبيطار أمشي حافية القدمين معذبة فوق الأرض محروقة هكذا تعبر عن حالتها المزرية هذه السيدة بدون سكن محترم ومرض أولادها ضاعف كثيرا من معاناتها عندي البونسير تعب أبا واش دير أبني 15 مية والله يا أبني كي يجيني تريستي والقعز مديني الخلع نقول كيف بك نكملهم كيف نكمل الشهر يا أبني راني معد بفوق الأرض ربي عالم بي خي سمعت يجارك يقال لك عام مسكيني محروقة يعني محروقة بفوق الأرض يا ربي تبت أجر المحسنين يحاونوني يحاونوني تحلم هذه السيدة كما تعبر أن تجري العملية الجراحية لابنها رابح على عينه في تونس بحوالي 60 مليون سنتيم تتمنى أيضا أن يرأى فوالق سنتين والمسؤولين المحليين لحالها وتغادر هذا الكوخ إلى سكن اللائق ربي يحميهم الله يبقى عليهم نستر ربي يهنيهم ونطلب منهم يعاونوني في رابح يربحوا إن شاء الله دنيا وجنة ونطلب منهم الأفعال والخير ربي تبت أجرهم ربي تبت أجر المحسنين يا ربي تقبل مني هالدعاوات لا داوة ولي رابح هذه الأمنيات تاعي ماذا بي أنا نشوف رابح يرتاح ونشوفه نهار ونموت الأمنيات حياتي كاملة عطيتها لولادي ورابح باباهم مات وأنا في بركة محصورة ودرت له 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 في 2007 وما أعطى وش سكن أنا مسكينة وليا ما عنديش عندي ربي وحباب ربي سرخة هذه السيدة المظلومة من ولاية قسنطينة ستبقى وصمة عار على جبين المسؤولين هناك تترجى من المحسنين في أقرب وقت ممكن أن يهبوا لنشتتها وانتشالها من الضياع إذن كانت هذه الصورة القادمة من قسنطينة لهذه العائلة وهذه المرأة المكافحة التي تكافح لأجل أبنائها بعد أن فقدت زوجها وابنين صالحين ربي يرحمهم إن شاء الله سيدة فلّة حاضرة معنا مرحبا بيك بيك أبني بارك الله وفيك الميكروفون استعملي الميكروفون بيك يعيشك بارك الله وفيك ربي يحفظك إن شاء الله وبرك الله وفيك أنت ثاني ربي يفتعليك إن شاء الله ربي يحميكم إن شاء الله إش حال عنده من يتوفى الزوجتاك مات لي بسلامتك بالكونسير والواخرة تيبير كيلوز من البركة فيها الميون تحشك نستنشقوه نعم مات في الالفين وسبعة عشر عنده عامين من لي مات عامين وفدرك هادردك اللي يدخل الثالث ستاش عافريل نعم ربي يرحمه حاشك بارك الله ربي يرحم جميع من ساهم ربي يرحمه إن شاء الله خلالك خمسة ولدات نعم خمسة ووراك مساكنين في البركة هذيك في البركة هذيك نعم إش حال عندكم أنتم مساكنين في هذه البركة نعم إش حال عندكم من عام؟ من الفين و ما الو واحد وثمانين من الوحد وثمانين وإحنا في البركة هذي والبركة هذي سينيستري بنوهم على خمس سنين نعم إحنا وفقت قريبا 40 سنة قريبا 40 سنة واتي ساكنها حاشاكم دارت لها من فوق مشمع شيت لهم شمع بلاستيك وكي تتصب أنه كي ما بره مالقوش بلاستيك وين صليه نعم دارت لهم شمع ومتقلته بالحجار نعم وركم ساكنين في هذروك في خمسة ولا شحال في خمسة خمسة عندك ربع ابنات نعم طفلة من زوجة وثلاثة معايا في الدار ورابح 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 بقالي من دكورة كانوا عندي تلت دكورة ربي يرحمهم مات لك زوج ولا دمو يمتقبل مات لجام محمد جاميل ما كان في عمره مليتوفة؟ ما كان في عمره؟ محمد جاميل مات لفين وثمانية ما كان في عمره؟ عمره شحال كان في عمره؟ وزاد مرض لي ظاهر مرض لي بلاتيمير بسلامة كونسر وضربته الكلاوي سبع شهر وانا قارد مالد معاه في سبيطار تاعد دقسي تاعد الكلاوي وزاد أنا لغمط له عيني مات مات عنده تسعة وهو كتر على رابح مات مات خالق في الخمسة وسبعين كي مات لي عنده تسعة وثلاثين سنة أنا لغمط له عينيه وليدي محمد ولي الله مات مات على كل مدلاء إله أي الله محمد رس الله سبقوك للجنة إن شاء الله الآن ركي تعيشي ظروف اجتماعية قاسية بزاف شوفنا قاسية درك مديرة شوفها وليدي مديرة روحي أنا واسيوانا لوليداتك أنا ولية سيوانا يعني البرابلوي مدرقتهم تحتي أنا هو المران الراجل وما نعرفش ضربها رجل صعيبا يا ابني قال الرجل هو تعي رابح لو كان يرتاح لي رابح الدنيا وما فيها ننسى الأهلم اللي راح لي درك شوفها حشك ما ينسمعش وكونا حين نواضر درك ما نشوف عندي أنا تانيل ما في عينيها رحت لطبيبة قالت لي السعملاين بهنحيولك مايهن الورقة الفاتورة هنا في قسمطينة تقلبت ما رحتش لتونس علينا بسحراء بحديتوا لتونس يا ربي إن ساء الله قالوا لي العملية تتعين وهنجحة Show 60 مليون ترتاح لي رابح علش معانتك شسكنه علش معانتك شسكنه انتي حاطها سكنه باسمك البراكة الشالي باسم الراجل الله يرحمه انتي معانتك البراكة بصح خلاص مدة العيشتاها خمس سنين المفروض راه منحاوها خلاص حشك عاد سقطر حشك فيها نعم خلاص فهمنا القصة تاعك سيدة كلها القصة تاعك خلاص فهمناها المشاهدين الأطاضل فهموها إن شاء الله وأبشري خيرا إن شاء الله الله يبارك فيك الرحمة مليحة ربي رحيم إن شاء الله نكونوا رحمة إن شاء الله بغيت نفهم محمد هل هذه المرأة المباركة مش حمه الأعظم ولا ملحديد والحجر يعني أي صبر يعني أي صبر إن هذا أخي محمد أني نسمح فيها مقبلة تعدد في الأموات وتعدد شعل قاعدت في المستشفيات معهم يعني قد تقول هذه مرة ما هيش مصنوعة من الحم يعني كأنها مصنوعة من الحجر والحديد وربما ما يقدرش يصبر هاد الصبر ما ذنبوها وعليش تقعد قرح هاقدة بدون سكن علش تقعد قرح هاقدة مهمومة مع هاد الناس من هاد الولايات تاع قسنطينا حبيت نقول فقط أنه أنا دروك عاد بديت نعرف لماذا فرنسا ما قاعدتش في الجزائر لماذا السراقين الكبار تاع البلاد رهم في الحراش بديت نعرف هاذو هاذو اللي رهم يبكون الليلة مع النهار هاذ المرضى والثكالة والمغبنة رهم دايما يرفضوا يديهم يقولوا يا ربي يا ربي لي درنا هاقدة يا ربي لي درنا هاقدة يا ربي اللي يغبرنا فرك تشوف النتائج لأن الله سبحانه وتعالى عزيز قدير تبارك وتعالى فحقيقة أثرت فينا الحاجة وحكايتك ولكن انبشرك أن هؤلاء الزوج والولدات اللي كنت يتكلم عليهم سبقوك للجنة إن شاء الله هذا ابتلاء من عند ربي عز وجل ربي يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ربي رها معاك إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن أبشيري خيرا كما نقول دايما أخي محمد اللي اللي يجي وفعلوا الخير ويشوفوا هذه المحسنين والمحسنات وبعض بعض ما نقولوا بعدها بالمناسبة نتكلم عن المسائي تاقسنطينا مرة فاتت معنا نفس حالة من هذه الحالات بائسة مسكينة مغبونة مش عشرين سنة وهي دائرة طالة بتاع السكن وما كان السكن ولا مسؤول تصل بها ولا مسؤول نحن عدنا عمر بن خطاب يقول رضي الله عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عليها يوم القيامة يا عمر لماذا لا تصلح لها الطريق هذه بغلة اليوم يا والي قسنطينا عباد الله عز وجل جزيريات فحلات بعيلاتهم عاثرين مضمرين يموتوا ولادهم يمرضوا ولادهم لأنهم في سكانات غير لائقة لأنهم لأنهم في القبور والله أحسن الله لمن يوم هذا السرطان هذا هذا هو اللي أدي المرض السرطان كيف ستواجهون يوم القيامة ربكم عز وجل ماذا ستقول لربك عز وجل إذا تقول لي كين بزاف عندنا الحالات على السكاني هذه ها هي فاتت أمامك ويشوفها الملايين من الجزائريين فهل تستجيب أليس منكم في ولاية قسنطينا رجل رشيد يستجيب لهذه الحالات المدمية للقلب والمدمعة للعين لكل واحد يشوفها يقول يا الله لماذا لماذا نتقلد هذه المسؤوليات ولماذا ولماذا أصحب المال لماذا إذا ما عاوناش ناس مثل هذه المرأة ولكن أبشيري الحاجة ما دمتي فت فيه فعل الخير وشافوك الفحول الرجال والنساء من هذه البلاد العزيزة في الجزائر وخارج الجزائر إلا وإن شاء الله تبارك وتعالى تتبدل حالتك وتفرحي بيعون لي سبحانه وتعالى إن شاء الله خير الحاجة شكرا لك يا شيخ فيزازي وسيدة فلّة بالنيابة على المشاهدين كامل نحيوك على هذا النضال نحيوك فعلا لأن أنت مرأة صالحة بربي بربي إن شاء الله ما نفشنش إن شاء الله بيحولي يعني صابرة ما رأني لي عارفوني يقولي عندك قوة داخلية إن شاء الله وإلحمد لله أعطيني ربي السجعة في خاطر ربي صابرة إن شاء الله على كامل ولداتك إن شاء الله والمشاهدين ولداتك وخاوتك ومراحش يخلوك بيحول الله إن شاء الله الجزائر إلهي جزائر ان شاء الله يبقى إن شاء الله وردفهم بروسنا إن شاء الله يحكموها الناس مخلصين إن شاء الله طاهرين زاكين خايفين ربي إن شاء الله يا ربي ما يكونش الحرام وما يكونش باه بلادنا ما يدخلش استعمار وباه البلادنا تبقى مضيفة وما لها لي فيه يكون مضافة بارك الله وفيك بارك الله وفيك شكرا لك إذن كان هذا نداء ودعاء فلا رغم الفقر رغم الفاقة رغم الاحتياج ولكن دائما عندها أمل بغد سيكون جميل بحول الله الجزائر من أراد أن يقف مع فلا ما عليه إلى التواصل عبر الأرقام التي نضعها لكم أو عبر الحساب البريدي الجاري والله لا يضيع أجر المحسنين شيخ ما زالنا يعني واحدة ما شاء الله سيدة من الخريسية تدعو الله عز وجل بالشفاء اللي ولها بعد 250 ألف ربي جزيها كل خير في كذلك هذا تعوهر يعني جات عندي محسنة من مستغالم من مستغالم هي تسكن فيها من مستغالم ولكن عايشها في فرنسا الدعاء بالشفاء والعافية لها ولأولادها ولزوجها الكريم يعني كانوا زاروني في المكتب هي والزوج تاها والوليدات جابت هذه دوز انفلوب يعني واحدة فيها 40 أورو يعني بالعملة الصعبة لأنه شاء علاج قلت كارنت وكانت محلولة قلت بالك تفرغولي أقول له هكذا باشتعرفي يعني أسأل الله العلي القدير أن يبارك فيك وجابت واحد ما شاء الله واحد الولد معها ما شاء الله وقلت لقى ما لقينا لش العروسة هاو الجزائر ما شاء الله ما زال فيها الخير إن شاء الله تبارك وتعالى هذوك الوليدات رب يحفظهم لك إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظ لك الزوج الكريم ويا أختي الكريمة المحبة لهذا البرنامج أسأل الله العلي القدير أن يدي ملك في العمر وأن يعافيك في الصحة ويصلحك بك بوليداتك إن شاء الله وتولوز إن شاء الله تتنور بكم يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين هذه كذلك هذه محمد تعشكون الحاجة أني فرحان بكم يا محسنين عاود نكرر لكم اللي يشدتوا ومديتوا حاجة ومبانتش في البلاتو عارفوا باللين سرقت فلابد أنكم تحتجوا هذه مدولها يعني أخت كريمة مدولها هذا المفلوب في وهرن قالوا هتتديها للفزازة ففتت أسبوع وهدفت قالت ما بنش أنا ما بنش المفلوب بتاعي في البلاتو فالمرأة هذه اللي إعطاتها راح تبحث على البيت فقالت لي قالت للدار بأنه ملقاتش البيت فأنا فرحت كمحسنة الله يجازيك لمديتي أمانتك وتبعتها فهي مسكينة فقط مدتش وإنما ما عرفتش البيت فلما لحقت للبيت هاي الأمانة التعاكي إن شاء الله تبارك وتعالى كاملة أنت يا من ليون يعني من فرنسا من ليون أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منك وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة والله يحفظ لك الذرية إن شاء الله في فرنسا يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين في كذلك هذا الأخ طبعا الجزائر بالحفظ والرقي وللعائلة بالحفظ والشفاء من الأمراض يعني عنده مرض في العين فنسأل الله تبارك وتعالى هذه عائلة من كارت ومن وهرن أمانتكم لحقة الحمد لله فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك من عينك وأن يحافظ لك إن شاء الله على ولداتك وعلى أهلك وزوجتك وكل جميع إن شاء الله تبارك وتعالى محمد تسمح لي ولكن بسرعة هذا كذلك من وهران حوسين من وهران وفعلوا الخير فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك وأن يارب إن شاء الله يوم القيامة ترقوا هذا بين يدي الله تبارك وتعالى فيثقلكم به الميزان وتسرعوا إن شاء الله تمروا على الصراط كالبوراق إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك محسنة من العاصمة تدعو لوالدها المتوفى هي مسحة ولا فتدعي الولد هذه مسحة ولا تدعي الوالدها يعني الباباها أسأل الله تبارك وتعالى أن يخفر له ويرحمه ويعافيه وأن يكرم نزوله ويوسع مدخله ويجعلها إن شاء الله من عباده الصالحين ويجعل قبره روضة من رياض الجنة والله يلحقنا به إن شاء الله جميعا مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين شاء الله عندنا من واحد في فرنسا ونجزالين محمد غير 6 ملايين ولا 7 أنا برأني نسمع المحسنين أن نحسب إحنا رأنا 20 بليون في فرنسا الله يبارك رب يقوي الخير إن شاء الله شكر لك شيخ فيزاج شكر لكل الذين يزوروننا في مقر برنامج وفع الخير يأتون بأماناتهم وأيضا في مراكز البريد وصلنا إلى ركن بصمة خير نستضيف في هذا الركن أو سنقسم الركن على قسمين القسم الأول مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي التي أقامت نشاط بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وكرمت فيه فارس الإعلام العربي الأستاذ علي فضيل رحمة الله عليه نستقبل سيخالد مهيز نائب رئيس هذا الجمعية نشوفوا التقرير ثم نستقبل ضيفنا لهذه الفقرة تحت شعار العمل التطوعي والتنمية المستدامة وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع المصادف للخامس من ديسمبر من كل سنة نظمت الجمعية الوطنية للعمل التطوعي يوما دراسي أعلامي لعرض المبادرة التطوعية لبعض الشباب وتكريم رواد العمل التطوعي نحن كجزائريين وجزائريات يجب أن نشارك بقلوبنا وعقولنا وسوائدنا أحدنا بالعلم وآخر بالمال وآخر بالأفكار وكل له ما يمكن أن يقدمه لهذا الحفل احتضنه قصر الثقافة مفد زكريا وحضرته جمعية المجتمع المدني ممثلون عن مؤسسات اقتصادية واجتماعية وأساتذة جامعيون تم خلاله عرض الحصيلة السنوية للجمعية الحقيقة اليوم نحن فخورون جدا بأنه تم تكريم الكشافة الإسلامية الجزائية من طرف الجمعية الوطنية لعمل التطوعي في هذه المناسبة وهي اليوم العالمي للتطوع الحقيقة هذا شرف للمنظمة الكشافة الإسلامية الجزائية المعروفة بأنها مدرسة الوطنية ومدرسة التطوع لأنها تعمل على إكساب قيم التطوع للفيتها والشباب حتى يكونوا إيجابيين ويسهموا في خدمة وطنهم ومجتمعهم في مختلف المجالات اليوم الدراسي كان فرصة لعرض نماذج لشباب متطوعة أبوا إلا أن يتركوا بصمتهم في مجال العمل الخيري والله مبادرة أثلجت صدورنا وصدور خاصة باسمي لأنه لا يشحب باسمه ولكن باسم كل الشباب لخرجوا يتطوعوا في كل مرة ولغيروا الصورة على الانطباة هو الفخر والاعتزاز لأنه عندنا شباب كما هذا ليحبوا الحيطة ويحبوا الجيران والدليل على ذلك هو أن المشروع يسمى أن الدراكين معناها فيفرانصان نعيش معا وهذا معيشه طبعا هو الفخر واعتزاز واعترافا بإسهامه في تكريس ثقافة التطوع والعمل الخيري تم تكريم المدير العام للمجمع شروق الراحل علي فوذيل نظر جهوده خدمة للقضايا العادلة في العالم والذي تزامن وأربعينية الراحل السيد علي فوذيل رحمه الله هو بالفعل رجل قدم الكثير ليس في المجال الإعلامي فقط ولكن حتى في المجال الخيري الإنساني وهذا اللي خل الجمعية تكون هذه فرصة باش تسجل كما يقولوا اسم هذا الرجل يعني في التاريخ اليوم حضرت رفقة بعض الزملاء لهذا النشاط المقام من طرف الجمعية الوطنية العمل التطوعي لتكريم الأستاذ الراحل علي فوذيل الرئيس المدير العام لمجمع الشروق الجميع هنا يجمع على أن الأستاذ علي فوذيل قدم الكثير ليس فقط أيضا على مستوى الإعلام ولكن أيضا على المستوى المجتمعي على المستوى الخيري وعلى المستوى التطوعي الجمعية الوطنية للعمل التطوعي نموذج للعمل الخيري هدفها غرس ثقافة التطوع والرقي بالجزائر في ذل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة كبيرة لكل متطوعين في العالم وبالخصوص في الجزائر بنسبة اليوم العالمي للتطوع وتحية أكبر للجمعية الوطنية للعمل التطوعي الرائدة في هذا المجال يحضر عنها الأستاذ خالد مهيز نائب رئيس الجمعية مرحبا بك خالد أهلا بمشاهدين الكرام الله يحفظك طبعا الجمعية كان عندكم مرور قبل أعتقد سنتين في برنامج وفعل الخير وأنتم معروفون في كثير من المناطق في الجزائر وأيضا في كثير من الأقطار العربية يعني الجمعية الوطنية كان لها الحظ أنها كرمت حصة وفعل الخير منذ سنتين وواصلت العمل على نفس المنهاج وبنصائح ودعاء الشيخ اللي كان نصحنا أنا داك في عمل في أعماق الجزائر فانتقلنا بالجمعية من مكاتب أنا داك كان 18 مكتب بالولائي الآن أصبح أن ما يفوق 33 مكتب ونادي يعني 27 ولاية والبواقي نادي التطوع فهذا خير كبير للجمعية وخير كبير للمتطوعين اللي هما حاضرين معانا اليوم وهما شباب وطاقات للإنسان يفتخر لأنه نحن كتأطير وكتأطير كما نسموه منها سيد الفاليسيطات للمسهلين لكن القوة الضاربة والقوة التعنى كلها في المتطوعين لما هنا الشباب والشباب التعنى الإنسان يفتخر وهما يزدوا يعطونا طاقة أنه نزلون عمله أكثر إن شاء الله رب يوفقك إن شاء الله ويسلكم إن شاء الله قمتم بكثير من الأنشطة أنا حضرت هذه الاحتفالية ربما ما شدني هو انفتاحكم على بقية المبادرات الشبانية وشفنا ربما بعض المبادرات لبعض الشباب اللي لا ينضمون تحت أي فضاء جمعوي وأيضا شفنا مشروعكم متاع السهوب اللي كان أعتقد في الجلفة واللي هو غرس تعشيح ما شاء الله الجمعية الآن كانت سياستها وستراتيجيتها هو الانفتاح على جميع نوادي التطوع على الشباب اللي حاب يعمل أي حاجة في مجال التطوع يعني مش أفراد الجمعية برك اللي إحنا ندعموهم بل فتحنا الجمعية على مصراعيها لكل الشباب والشابات كل ما عنده فكرة كل من يقدم ولولا بينا للجزائر أي واحد يقدر يقدر يقدم شيء واحد للجزائر ولو فكرة فصدر الجمعية مفتوح بصدر نراحب فدائما ندعم إحنا هذه الأفكار ففي ضل استراتيجيتنا فتحنا كل مكاتب وتعنا والنوادي تعنا لكل أشخاص وكل أفراد يحبوا يطوعوا فلقينا يعني سبحان الله لقينا واحد الطاقة غريبة جدا اللي هي الناس كانت تطوع في الخافاء وانا سمعت وانا كنت شاركت مؤخرا في لقاءين مهمين وهو لقاء الاتحاد الأمم المتحدة للطوع اللي كان ندار في الأردن وهو اللي بناء استراتيجية عشرين ثلاثين كانت الجمعية الوطنية يعني شاركت بفرد من الجمعية وشاركتنا شخصيا وشاركت أيضا في الاتحاد الإفريقي اللي عملت تطوعي الأمم المتحدة في نفس الاستراتيجية وهو عشرين ثلاثين فسمعت واحد التقرير يقول أنه الدول العربية من بين الدول اللي ما عندهاش التطوع عندها ضعيف جدا أنا كنت تدخلت بكلمة وفهمتهم أن التطوع في الدول العربية هو كبير جدا وأكثر من كل الدول العالمية والأمريكا وأوروبا لأنه احنا عنا حاجة وحدة ما نحبوش الظهور لأنه من قيمنا صحيح نعمل تطوع في اللارسمي في المجال اللارسمي ما نحبوش نكونوا احنا في الرسميات صحيح في العائلة في المدرسة في العمل شوفوا في رمضان كيفاش الناس يعني تعملوا شوفوا الناس أكبر دليل هو هذا الدليل هو جمعية وفعلوا الخير أنه الناس تطوع لكن واحد ما يعرف اسمها لكن الناس تطوع لكن غير معروفة تطوع بمالها بجهدها بوقتها بكل شيء احنا عدنا ربما مئات الألاف من المتطوعين ولكن يتواصل معنا فقط بالسي سي بي ما نعرفوه مش ما كيش تواصل ما كيش هذه هي قوة تطوع في الدول العربية وخاصة في الجزائر عندنا قوة غريبة جدا هي الحمد لله هي اللي خلت الجزائر ما زالها واقفة هي اللي خلت الناس هادو التغارات اللي كانت صايرة اللي تحددت عليها انت مقبير وقلت العصابة نخرت الجانب الإنساني تاعد الجزائر لكن الحمد لله هالجزائر قاعدت توقفها بفضل الناس هادو اللي كانت تطوع وبفضل رجال أيضا رهم في مناصب أيضا حساسة فيهم خير كبير وكانت تعمل يعملوا ساعات تطوعية من أجل بقاء هذه الجزائر واقفة على نعم شوفنا أيضا النموذج انتع غرس الشيح قصة مليحة وفكرة مليحة ومشروع مليح بدنا لو تحدثنا عليه الشيح يعني لما بدأت الفكرة تع الشيح من عند أستد مالحة أحمد مالحة اللي نحيوه ورئيس الجمعية طبعا يعني كانت فكرة وهذه الفكرة وصلت إلى الأمم المتحدة وكان الممثل الأمم المتحدة في الجزائر دعم المشروع هذا وأصبح أول مشروع وحتى وزارة الفلاحة لأخذت المشروع على أنه يصبح مشروع رائد الآن في الجزائر نحن كنا كان أستد مالحة زر الولايات الجلفة ولقى منطقة من المناطق في الولايات الجلفة كان فيها سيول فأصبحت منطقة مهجورة ومنطقة يعني ما فيهاش نشاط لا فلاحي ولا تربية أغنام لأنه كانت منطقة ناشطة كثير فاختفت هذه المنطقة وبدأت عملية التصحر فأحمد فقال في مشروع أنه يقوم بعملية إحياء المنطقة بطريقة غرس الشيح غرسنا أكثر من 300 ألف نبتة تعشيح في مساحة كبيرة جدا وقمنا بتشغيل النساء الماكيتات بالبيت لما عندهمش مدخول فخدمناهم الآن أصبح عندهم مدخول من هذه النبتة وبالمناسبة نشكر محافظ سامي والرعبات اللي فتحنا أبوابه وهو إطار من إطارات وزارة الفلاحة فتحنا أبوابه فكان من أحسن المشاريع الناجحة في هذا الجانب فأصبحنا بعد الزيارة والناس كانوا الشباب كانوا زاروا المنطقة فالمنطقة أصبحت رعاوية المنطقة أصبح فيها الناس تسكن والناس أصبحت تستغل الشيح لأغراض تجارية والآن نحن في صدد تطوير هذا المشروع إلى توسعة هذا الغرس ومن أجل العائلات اللي راهم الماكيتات في البيت من استخراج الزيت اللي هو يتباع بالآلاف الأوروات في الليلتر الواحد يعني في الخارج فنحن ندعم هاد المنطقة ندعم التنمية الريفية ندعم التنمية المحلية وأيضا الناس اللي كنت نشوفهم في حالات كثيرة يجوزوا عندكم نتمنى أنه ميزيش يكونوا حالات كثيرة إن شاء الله نحن نعطوهم الدعم صحيح يصبح هو يعتمد على نفسه هذا هو هدفنا ننمي المنطقة ونبدأ نعمل على التنمية المحلية بكل أهدافها من بين أهداف التطوع اللي عملنا عليهم إحنا وهو أهداف التنمية المستدامة نعمل على أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين من بين أهداف التنمية المستدامة هو هذا العمل هو أنك.. القضاء على الفقر قضاء على الجوع قضاء على الحالات هذه التغييرات الموناخية السلم والأمان في المنطقة كل هذه الأمور اللي نعمل الآن كجمعية باحترافية نعم هي مستهدفة ومن بين المستهدفات بتنسيق عالمي من طرف وربما ورعاية من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أيضا كرمتم الأستاذ علي فضيل رحمة الله عليه بمناسبة اليوم العالمي للتطوع هذه وقفة كانت علينا ملزومة لأنه يوم كنا في لجنة اختيار فأستاذ مالحا قال كي الناس يجب أن تذكر تذكر لما حاسنيها وتذكر أيضا حتى تكون نموجج للناس الآخرين ببعض الأحيان التكريم بتاعنا يقيس مؤسسات يقيس أشخاص يقيس مشاريع يقيس حتى مجموعات ففضلنا على التكريم كرمنا القاعدة العام كشاف الإسلامية الجزائرية وكرمنا الأستاذ علي فوضيل لما قدمه يعني احضرنا في الوفاة التاعو كأن أشخاص من المجمعية حضروا في التأبينية اسمعنا قيس الصرائعة جدا ففضلنا أنه يكون مثال للتطوع مثال لشخص لي قدم كثيرا للجزائر في صمت وفي خافاء قدم كثيرا في الجانب الإعلامي أيضا كان دعما لنا في الحساس دائما حاضرة الشرق معنا وأيضا قدم الكثير في الخافاء هو محبش يهضر عليهم ونحن نحبش نصرح أيضا على ما قدمه من أجل التطوع من أجل عمل الخير من أجل كأن عائلات ساندها كأن أفراد كأن مؤسسات ما خلها تضعف ما خلها تريب فهذا هو الفضل التاعو الذي خلّه وخلّه الأطر وخلّه البصمة التاعو ففضلنا نحن كجمعية وطنية لا ننسى هذا الجميل ولن ننسى أبناء الجزائر الذين قدموا للجزائر حتى ولو كانت تكريما بسيطا لكن شعارنا واسم الدرع العمل التطوعي لقدمناه هو تعبيرا مننا على دعمنا لمؤسسة الشروق وعلى رأسها الفقيد المرحوم علي فوضيل لما قدمه سابقا ونتمنى أيضا أن تواصل هذه المؤسسة بقوة بإذن الله وعلى خطاه إن شاء الله إن شاء الله شكر لك سيخالز على التوجه أنا بدي أن نسمعوا الأحد الحاضرين معنا من المتطوعين ربما تختار أحد المتحدثين أنا كنت وتسلموا الميكروفون نعم صدر خليل نسلموا الميكروفون مباشرة من أقصى الشرق يعني نوعه شوية للحضور معنا روحوا لعنابة إذن روحوا لعنابة نعم أبقى قاعد بركة أبقى جلس مرحبا بك عرفنا بنفسك وتفضل بسم الله الرحمن الرحيم معكم سليمان جمعة ممثل 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 الجمعية الجمعية الوطنية العمل تطوعي إن شاء الله بروشانم في ولاية عنابة هو طالب طالب جامعي ومهندس دولة في علم الري وشكرا ونشكر نشكر المجمع الشروق وعلى رأسهم حصة وفعلوا الخير التي ترافق التي ترافق دائماً المبادرات الطوعية والمبادرات الشبانية وهذه لفتة لفتة ولفتة لكل ندعو كل الأسر الإعلامية لكانوا لإحنا نقوله لكانت على رأسهم الشروق التي كانت تدعم وتشجع الشباب لكي يتركوا البصمة الإيجابية في الحياة نعم أنت طالب جامعي ما عندك وقت كثير شاب المفروض ما يكونش عنده وقت الدراسة وربما التزامات أخرى ولكن آثرت أنك تكون في جمعية وطنية للتطوع أنا حضرت لهذا الاحتفالية وسمعت الأصدقاء يتكلموا على كثير من المشاركين وعلى رأسهم أنت أنك زرت عدة ولايات ساهمت في عدة مشاريع بدنا أنك تحدثنا على التجربة التجربة انو الانسان كيفما يخلي يطور من قدراته ويخلي يكون كالغيظ اينما حلا نفع والحمد لله نشكر الجمعية الوطنية العمل التطوعي وكل الجمعيات وحنا الحمد لله في عناب اخداد جائزة كأحسن منها مدينة خضراء لنوجه بالذكر نوجه كاين عدة جمعيات اللي تخدم في الخفاء كما قال الاستاذ خالد وكاين جمعيات اللي عندها اضطر كبير برسكو الاضطر مش محتم لازم نكون انا سيرتيران ومش بحتم برسكو ربي سبحانه يقولنا انفقوا سرا وعلانيا بها نوصلوا المساج دعنا وانو كاين عدة عدة جمعيات نذكرهم في عنابا كاين جريم باي كاين عمل هادي الفيديو تيعو لدرحالة الانسان من دوي الاحتياجات الخاصة اللي كان يخرج بوكو بليس في الحمالات التطوعية في حمالات تنظيف الشواطئ في زيارة بعض المانات قنائية اللي كانت البصمة وبعدة برسكو ما ما اذكرش أنا طالب ومتنقرم ومتنخدم تم احنا متخصص في علم الاتصال كنا رحوا الجمعيات والمناطق النائية في الجزائر منها الصحراء جانات إليزي طمون راس الأدرار كانت عدة مناطق اللي احنا مطالبين وطالبين ودورنا ودورنا في الحياة هذه انه من حاولوا نحاولوا نعطيهم وشعطاونا وشقرينا من عند أساديدتنا الكرام ومن عند المواجهين تاعنا وعلمائنا لوجهونا وعطاونا نحاولوا نستثمروا ونحاولوا ديما نخليوا الأطار الإيجابي فيهم كما احنا نشوفوا مثلا الدول الأسيوية كيف ما فاتونا وكيف ما أنفستاو في العتريمان يعني التغيير كما يقول ربي سبحانه حتى يغيروا ما بأنفسهم نغيروا ونستثمروا في الفرد البشري إن شاء الله نحصلوا على نتائج إيجابية بارك الله فيك شكرا لك جزاك الله كل خير شكرا لك وشكرا للخال شكرا لكل الحضور وشكرا لهذا الفضاء الجميل الذي استطاع أن يجمع كل هؤلاء الخيرين الفضاء الجمعية الوطنية للعمل تطوعي شيخ اليوم أيضا عندنا نموذج رائع ورائد في العمل تطوعي على جميع الأسعادة استحق بكل جدارة أن يكون عضو في عدة منظمات إقليمية وعالمية تابعة للأمم المتحدة الحقيقة هذا النموذج لا أتكلم وإنما تعلمت لأن حوصلة الكلام حول العمل التطوعي هو هذه الأفكار هذه الأفكار الرائدة الجامعة التي تنتقل من العمل البسيط التقليدي في العمل الخيري وتطوعي إلى مثل هذه الأعمال الكبيرة استثمارية وانتشارا وتخلق حتى كما كانت نسمع حتى ولت عائلات يعني تقتات من وراء هذه المشاريع التطوعية فما أقول لكم إلا جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وكيبارك تشوف يعني مجموعة من الشباب وطبعا المستقبل لهم إن شاء الله لا يزال هناك من ينظر إلى الشباب كأنهم أطفال يعني كأن الشباب والسن الشباب في الجزيرة كان من وليفوك 60 عام لا الشباب قادرون الشباب لهم خلايا شابة صغيرة تستطيع أن تعمل وتفكر أكثر من ما إحنا يعني لكهلنا يعني إحنا طاب جناننا يليق الروح مش بالهضرة وإنما بالفعل الحقيقي عندنا نشوف لما تشوف جمعية يقودها الشباب ويتطوع فيها الشباب فتعلم بأن الجزائر بخير إن شاء الله تبارك وتعالى فأقول لإخواني وأبنائي بارك الله فيكم وزادكم الله من الخير في هذا العمل وأوصي نفسي وإياكم فقط بتقوى الله عز وجل وبأن يكون هذا العمل لله وللوطن للجزائر المحتاجة إليكم وإلى سواعدكم وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى السيخ خالد ما تنشروا ما تنباعوا إن شاء الله تبارك وتعالى لا في السوق السياسية ولا في غيرها اجعلوا هذا العمل لله ودائم لله وفي سبيل الله وفي سبيل الجزائر لتبقوا إن شاء الله خادمين لهذا الشعب وهذا الدولة المباركة اللي هي بنوها الشهداء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم موفقين إن شاء الله بارك الله فيك شيخ شكرا لك خالد وعن طريقك لكل المتطوعين في هذه الجمعية وأيضا الأستاذ عبدالله مالحى أحمد مالحى نربي أحظك إن شاء الله طبعا اليوم سيكون عندنا جزآن في ركن بصمة خير سنستضيف في جزء الثاني زميلان لطفي عيشوني وأيضا إيمان جنادي الآن هما في الكواليس سيلتحقان بنا ولكن مناسبة هذه الاستضافة هو واحد الفيديو لأحدث ضجة كبيرة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي ربما هي قصة مرت في حلقة أو حلقتين في برنامج صباح الشروق لخصناها لكم زملاء في الشروق أونلاين في الشروق نيوز لخصوا لنا القصة في هذا الفيديو نشوفوا هذا الفيديو ثم نستقبل ضيفانا لهذه الأمسية الناس اللي راي تشوف البرنامج للمسؤولين الناس اللي تقدر تدير الخير ماشي لازم سلطات اللي راي تشوفي وليد والي تشغل في الجزائر رفع العالم الوطني عاليا مؤخرا لكن للأسف يعيش وضعية اجتماعية صعبة جدا رابيقول لكم غرفة وحيدة هو يتيم الأم والأب ما عندوش مدى بيكم يا محسينين يا ناس اللي تقدروا تعاونوا أهد الشاب وتوقفوا معاه لأنه بطل من أبضل الجزائر وباش نقول أنه لقى تفاعل كين أنيسة في عمرها 18 سنة ما شاء الله عليها 20 سنة ميسورة الحال جدا من عنا باية طلبت أنه طلبت الزواج من ضيفنا لكى الحاضر معنا في ألبامها موسيقى الله يطعم الصحة ربي يطعم ما يتمنى من الوالي والوازي لأولي يا يطعم الصحة طبعا قصة وليد جابت كثير من الصفحات الفيسبوكية في الجزائر وخارج الجزائر بعد مروره في برنامج صباح الشروق لذلك نستضيف مقدمة هذا البرنامج الجميل الصباحي اليومي الذي يطل عليكم من السبت إلى السبت بعد أن أضيف له صباح الجمعة نرحب بالزميلين لطفي عيشوني مرحبا بك لطفي وأيضا إيماد جنادي مرحبا بكم أهلا محمد ونرحب شيخنا وبكل جمهور الشروق وبرنامج وفعله الخير أعطيك صحة على الاستضافة الله يحفظك مرحبا بكم طبعا شفنا هذا الفيديو لطفي وشفنا أنا شخصيا شاهدت الحلقة على المباشر وجود وليد بعد أن شارك في إحدى المسابقات الدولية شرف الجزائر عاد هل استضفته لأنه حالة اجتماعية تحتاج المساعدة أم لأنه بطل شرف الجزائر مثل ما أنا سعيد بحضوري معكم في البرنامج المتميز وفعله الخير محمد أستاذ فيزازي الجمهور العريض لتابع هذا البرنامج الخيري الاجتماعي درجة أولى بقدر ما كنت سعيد أنه إيمان وكل الطاقم برنامج صباح الشروق باستقبال بطل عالمي كان هو الهدف أنه نصلت الضوء على هذا النجاح نتقسم معه فرحة حصوله على اللقب نائب رئيس نائب بطل عالم في الرياضة في العب القوة لكن المشكلة أو الحالة الاجتماعية هي اللي فرضت نفسها في برنامجنا الصباحي لا كانش مخطط لا لا كانش جاءت عفوية على المباشر في سياق الحديث درجة جمعتنا مع البطل بعد ما عشنا أفراحه اسألناه على النجاح بدنا ندخل في تفاصيل اليومية الروتينية ليعيشها كل بطل وكل رياضي حالته أيضا فرضت نفسها لأنه من دولة الحتياجات الخاصة نعم ونحن نحتفل باليوم العالمي لإحتياجات الخاصة نعم بتالي ذوي الإحتياجات الخاصة يحتاج إلى ظروف تتلاءم وتتماشى والحالة ليعيشوها الجسدية وحتى الاجتماعية من مواصلات من مسكن لازم يكون الملعب الليدر فيه يكون قريب للبيت تاعه وإحنا في سياق الحديث والدردشة قدرنا نلحقه أنا وإيمان إلى زاوية أخرى ما كانتش الزاوية المختارة في إدارة الحوار كنا حابين نركزه فقط على الجانب الرياضي وعلى الجانب النجاح من دولة احتياجات الخاصة وإذا بالمشكل الاجتماعي والحالة اللي يعيشها فرضت نفسها وكنا مضطرين نعم إضافة فقط على وش قال لطفي كما قال البطل كان عنده أسبوع من الإعاد من قطر كان عندهم دورة دولية توج نائب بطل العالم كان الشق الرياضي محض يعني وأيضا نسلطو أنه كيف لرياضي من ذوي الإحتياجات أنه يتحدى الإعاقة ربما ويفرض نفسه في رياضة ألعاب القوة لكن الناس كانوا بزاف لمونا محمد فتحت لي قوس قال لك لماذا أحرجته يعني وقلتوا بلي ما عندوش السكن حتى أبكى نعم أنتم اللي قلتوا ولا هو اللي صرح لا احنا كيفاش جاءت بدنا نتكلموا في الشق الرياضي كما قال لطفي كهدرات جيبهدرات تحدثنا يعني على السكن مشكل مواصلات وكنت على المباشر على المباشر هو كي عطينا له الكلمة له لأنه مدرب أو رئيس الفريق اللي يتكلم عطينا له الكلمة الحجله للي قال قال أنا نسحق سكنة احنا شغلنا له ما عليش نكملوا في الشق الرياضي والاجتماعي من بعد في آخر الفقرة رح نخلولك توجهني ده بما أنك بطل أكيد رح يستجيبولك ربما بيشكون عندك سكن وكانت المفاجأة أنه مقدرش هو حرجا مقدرش يتكلم رئيس الفريق اللي يتكلم في مكانه وشفنا يعني على المباشر ما قدرتش تحكمي الدم عن تاعك شفنا تأثر تاعك حتى في هذال هالصوة ما كونش نستنى لأنه سؤالنا كان عفوي والحاجة اللي خلاته بكاه هو ما وش أنه ما عندهش سكن لما ختمنا الفقرة تكلمنا مع هنولوت فيه قلنا تفكرت يمّا يعني لأنه إحنا قلنا لول والدة معاك قلنا يمّا توفات ومعادة تم لو تعود تشوف الفيديو تم ليبكى يعني تأثروا بالبوافات الوالدة هو اللي خلاها بكى ومش أكتر شي مشكل سكن نعم أيضا أنت لطفي لما شفت التأثر انتقلت من مكانك قربت الوليد حبيت لطف لأنه برامجنا صباحي خدماتي اجتماعي ما نحتاجوش برامج صباحي أنه ندخل البكاء المفروض يكونين أمن ويكون عشنا معاها الحالة اللي عاشها لكن حاولنا أنه نرفعهم معنوياته بالتالي نعود ونرجع البسمة للمشاهدين باش ما يبقى وش بكاء فقط وذكرنا أنه برنامجنا الصباحي هو برنامج اجتماعي خدماتي لكن الحالة هي لفرضت نفسها نعم الدموع كانت مرحلة قصيرة بعدها جت مرحلة أنه تحصل على سكن تواصل وتضامن كبير حتى عدنا في برنامج وفعل خير الجميع يسأل عن وليد وأيضا وليد خطب يعني إن صح التعبير صح صح وليد جاته فرص حياة لأنه كل شخص يحتاج إلى فرصة في حياته بغض النظر عن حالته الاجتماعية حالته الجسدية كل إنسان في حاجة يحتاج إلى العيش في كرامة وإحنا دائما نشير إلى أنه برنامجنا الصباحي برنامجنا ما يقومش بالتحقيقات هناك البرامج التي تهتم بمثل هذه الحالات الاجتماعية مثل البرنامج وفعل الخير نعم نفهم أنه عندك بتواصل كبير على جال الناس باش يفوتوا معاكم اللي يحتاجوا مساعدات بزاف حبوا يلاحقوا للبرنامج بعد مرور وليد لكن إحنا دائما نشير إلى أنه الحالة الاجتماعية التي تهمنا كحالة نفيد من خلال قصة حياة مشاهدية نحنا برنامجنا الصباحي حابين قصص نجاح محطات نجاح يجيوا لبرنامجنا باش نحكي ونزرع فرحة في بويت الجزائريين لكن القضايا أو المشاكل أو الحقيقيات والحالات اللي فيها مشاكل الحلول رح تلقاها أكيد في برنامج لأنه عندهم فريق جنود خساء يقوموا بالتحقيقات لأنه ليست كل الحالات التي تأتي إلى برنامجنا الصباحي حالات تستحق أنه صدقت الضوء عليها التحريات والمتابعة تكون من فريق إعداد كامل يحضر أشهر متخصص وعنده خبرة وعنده خبرة في هذا المجال رح نخليكم كلمة ختمية لكم في زوج نسأل هذا السؤال أنتم كنتم سبب في أنه وليد يخرج من مرحلة بؤس البؤس كان مخبية في قلبه ما كانش يحكي به لكن ربما جات الفرصة وتكلم عندكم وتفتحت له الدنيا ما شعوركم أنتم إيمان ولطفي ما شعورك أنك فرجت على إنسان ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما الفرج كربتين عن مؤمن بعد كمنا الشيخ في زازي الحديث ويتكلمنا عن الموضوع والشعور كم أنا ربما لم أسعد ولم أفرح بفرحة وليد لحصوله على السكن بقدر ما فرحت على لمة الجزائريين لأنه تعتبر حالة من الحالات اللي يعيشها ملايين من الجزائريين ما هو إلا نموذج فقط عاش محطة حياة فيها حزنة لكن الفرحة اللي لحقت إلى وليد هي من الاتصالات اللي جاتم لعند الموضوع في الجزائري هي من الجزائر اللي درهم كينا سيدة مريضة بالمرض لالزايمر قاتلنا عيطة تصلت متصلة قاتلنا عندي عجوستي مريضة بالالزايمر رحشل تليفيزيون جبدت واش عندها درهم قاتلو هاك يا وليدي هاك نعونك بذرهم أنا هذه هي اللي تفرحني أنا وليد صح فرحت له لكن فرحتي مشي بوليد بقدر ما فرحت بتفاعل الجمهور وحبهم الكبير الجزائري ما شاء الله عليه متسامح والجزائري صار ينظر إلى المال بأعينه وبيده وليس بقلبه دايما نقول الله مجعل المال في أيدينا وليس في قلوبنا كي نفقهم فيما يرضي الله بارك الله فيك رضي الله حفظك إيمان نفس سؤال شعورك شعورك أنت وانت كنتي ربما سبب في التفريج هذه الدموع تعكم اللي أثرت في كل الجزائرين وخلاتهم أيضا يتفاعلوا مع وليد هو وليد كعود ولا عدنا شعورك صحيح وشعورك يعطيهم الصحة نحن تماما وما كان جوابنا قلنا له ربي ربي كي حبي يرزقك ربي كي حبي يفرج عليك يسخر لك ناس نحن كنا سبب لأنه قلت له حضورك ما كانش لهذا الغرض لكن ربي يعني كيفاش الحوار دار كيفاش طرحنا السؤال نحن نفهمناش يعني كأنه الله عز وجل كان حبي يرزق هذا الانسان ربما مطيبة قلبه ما نعرفش نحن كنا سبب فقط أنا ما قلت له والو وقلت له دعي لي برق ودعينا برق ولو مش إحنا يعني ربي عز وجل هو اللي يرزقه وكيشفنا فرحتوك يعود ولا يعني ابتسامة اللي كانت في عينيه يعني هذاك شيحنا ريحنا وكما قال كيشفنا هبة الجزائريين ما قدوش نزيد حاجة أكثر من هذا وربي هو اللي يرزق سبحانه شكرا لك إيماء شكرا لك شكرا لكم منورين بزافي صباح الشروق وتمنى لكم توفيق نورك والف ألف ألف مبروك للجزائريين على هذا الإطلاق المتميزة اللي كانت يوم الجمعة من خلال صباح الجمعة بتوفيق ليك الله يبارك فيك وإضافة لبرنامجنا الصباح بارك الله وفيكم جزاكم الله وكل خير أتمنى لكم التوفيق اللي يحفظكم شيخ يزازي اليوم أيضا زميلان إيمان ولطفي شفت التواضع البساطة الحب الجمهور لأي شخص شيخ هو لهذا المكانش الحاجز مع الآخر اللي هو التلقائية هذه ربما ولي خلت أيضا نهنقوا أيضا ولي تمنين يكون معنا للأسف لظروف ما ما كانش معنا نهنقوه أيضا بهذا البيت وقبل البيت نهنقوه بهذا التعاطف بالشعور بالجزائرية بالمواطنة لما تكون شيخ مغبون هو من ذوي الاحتجاجات الخاصة وعنده مشاكل خاصة وما يقدرش يهدرهم ربما جت المناسبة في البرنامج أن نحكاها ربما كان عايش هذا السر كان عايش معاه لمدة سنوات جت الفرصة على يد إيمان ولطفي وحكاهم الحمد لله شوف محمد الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يفرج على عبد من العبادي لقال كن فيكون ولكن الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية أن يستعمل الناس من أجل ناس فهذان الصحفيان الأعلاميان الكريمان المضيئان أنا أسميها مصبحان يصبحان كل صباح من أجل إدخال الفرحة والبهجة على الجزائريين نقول لكم جزاكم الله خيراً يعني بسببكما أدخل هذا الفرح والسرور على قلب هذا البطل الذي كان يعيش في مأساة يعني كانت فرحة بطولته يعني راكزة على محيط أو على بحر من الألام والأحزان ولكن بكما استطعتما بحينكتكما باحترافيتكما أن تستخرج المكنون وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكما وليس بعيداً على الشروق وأهلها وعلى مديرها رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن يكون من بذورها طيبة هؤلاء لأن الإعلامي المعروف أنه دائماً مهتم بالشكري وبالصورة وبالآداء والمشاكل اللي عندكم أنا نشوف من البعض يعني محاير فيكم ولكن جاء القلب الحنون وجاءت العين التي تدمع يعني هذا العين اللي اندمعت يعني طيحت كثير من قلوب الجزائريين يريد يكون عندنا إعلاميين مثل هؤلاء اللي فيهم هذه البصمة الإنسانية زيادة على الحرفية المهنية وبالتالي يبقى الإنسان في أي موضع من المواد أو في أي مكان من الأماكن يستطيع أن يقدم بصمة خير لمجتمعه ولبلده ولقناته فأنا نقول لكم جزاكم الله كل خير ورب يوفقكم إن شاء الله والمزيد من النجاح والتألق إن شاء الله تبارك وتعالى ولدان العرس واسمه بطل يليخنا حضروله جميعا إن شاء الله ونجيبوله ديكادو إن شاء الله تبارك وتعالى والتحية لهذا العروس اللي خطباته يعني رغم كل شيء وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليها بحول الله شكر لك شيف فقط محمد إن شاء الله ما تكونش لأن الزواج مسئولية والزواج عشرة ما تكونش مثلا هو انفعال عاطفي في لحظة من اللحظات وإنما يكون بنتي واختي يعني حقيقة اختيار عقلاني وتدفق قلبي لأن المسألة مسألة عشرة وبقاء إن شاء الله شكر لك شيخ فيزيز نشكره أيضا السلطات المحلية ربما الوالي أعتقد ولا وزير الشباب ورياضة هم اللي ساهموا في حصوله على هذا البيت وإيمان ولطفي ساهموا في أن هذا وليد يلقى كل هذا التواصل وكل هذا الشعور شيخ وصلنا إلى نهاية هذا العدد شيخ تعودنا أن نختم برنامج وفع الخير برفع الكف إلى الله سبحانه وتعالى داعينه بحفظ الوطن بحفظ البلد وبحفظ الجزائر وهذا الشيء اعتدنا عليه وهو فضل من الله تبارك وتعالى علينا لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء وخاصة من هؤلاء المحسنين دائما نقول لكم جزاكم الله كل خير بارك الله في عطائكم هذا الذي تقدمونه سواء هنا عن طريق هذه الأظرفة أو عن طريق سي سي بي يعني البريد أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة به تعبرون جسر الصراط إن شاء الله تعبرون إلى جنة الفردوس الأعلى أسأل الله أن يشفي به مرضاكم وأن يعافي به صحتكم وأن يطيل لكم في أعماركم ويحفظ لكم ذريتكم يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين أسأل الله أن يكون هذا لوجهه سبحانه وتعالى ثم البلد العزيز البلد الذي اسمه الجزائر جزائر الشهداء جزائر التي امتزجت تربتها بدماء الشهداء رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأيام في هذه الآوينة قلوبنا عليها أعيننا عليها دعاؤنا وأيدينا ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا تدعو إلى هذا البلد العزيز فنسأل الله العلي القدير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا ربي احفظ لنا الجزائر يا رب العالمين اللهم اجعل هذه البلدة طيبة اجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ربي اجعلنا نعبر هذه المرحلة بسلام يا ربي اجعلنا نعبر هذه المرحلة بسلام ويتوحد الإخوة المختلفون وتتقارب الآراء المتباعدة يا رب العالمين كل منا نكررها للمرة لاستؤدري كل منا معارضا للانتخابات أو موافقا على الانتخابات كل منا جزائري حر مخلص صادق في توجهه السياسي فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المزاج وهذا الاختلاف وهذا التنوع في الآراء في خدمة الجزائر ومستقبلها دون عنف ودون تكسير ودون أي حرج لأي طرف أحترمك وتحترمني أعينك وتعينني وكلنا جميعا لنا حاجة يسمها الجزائر هي خط أحمر لا يجب أن يتجاوزه أي إنسان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الانتخابات على خير ويجي رئيس إن شاء الله تبارك وتعالى ممن يختاره الشعب يحكم هذا البلد ويتحمل المسؤولية ويفتح الآفاق في الحريات والخيرات وإن شاء الله تولي الجزائر قمة بعون الله تعالى وفي الختام أسألك يا ربي أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عشنا في التسعينات عشرية لا أستطيع أن يحدثكم عنها والديكم يحدثوكم الشباب تعليوا ما يعرفوش فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا أن يحقن دماءنا أن يجمع شملنا أن يوحد كلمتنا أن يجبر كسرنا أن يطرد الشيطان من بيننا اللهم يا رب يا رب يا أرحم الرحمين يا رب العالمين أي واحد حاب للجزائر الضر اللهم جعل ضره في نفسه من كان يكيد الجزائر فاجعل كيده في نفسه ومن كان يدبر لها فاجعل تدبيره في تدميره أبعد عننا الحساد وأبعد عن كل الذين يحبون هذا الأمر للجزائر الحبيبة كما نسأل الله تبارك وتعالى لجميع بلادنا الإسلامية والعربية نحن في الجزائر عدنا همومنا ومشاكلنا ولكن قلوبنا مع أمتنا العربية التي تعيش هم الدم وهم الحروب وهم البأساء سواء في العراق أو في ليبيا أو في اليمن أو في كل مكان الله يجمع الشمل ويوحد الكلمة ويحقن دماء ومعنا وحد أختنا بنتنا يعني من غزة من غزة لعزة نسأل الله تبارك وتعالى إخواننا كذلك في فلسطين أن يجمع شملهم وحد كلمتهم ويقوي شوكتهم ضد هذا الغاصب الصهيوني الذي يعيشهم ألما ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل غدنا خيرا من يومنا وأن تكون إن شاء الله أحلام اليوم هي حقائق الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكر لك شيخ فيزازي شكر موصول لكل المتواجدين معنا من الجمعية الوطنية للعمل تطوعي ولكل الذين مروا من هنا وآخرهم لطفي وإيمان عندك كلمة شيخ؟ صديقي طاهر يعني نحن ننغوله بامسي هذا الجندي المبارك في جمعية كافي اليتيم أمريض يعني يوم مر يعني بحالة مرضية البارح في المستشفى وكذا بحبيت كذلك ندعو الله الله سبحانه وتعالى ربي يعافيه ويشفيه إن شاء الله شفاء لا يغادل السقمة ويبقيه لنا إن شاء الله في خدمة اليتيم في وهران إن شاء الله إن شاء الله بحبيت ربي يجيب له شفاء إن شاء الله تحياتي وتحيات كل الأطقم العاملة معي الصحفية والتقنية موعدنا الأسبوع المقبل على نفس القناة وفي نفس التوقيت نفترق على الخير لنلتقي دائما على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر